الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله النهاردة هشرح معاكم الدرس الثالث جغرافيا للصطف الخامس الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية بعنوان النقل والمواصلات والتجارة قبل ما نبدأ الفيديو لو الفيديو عادت جايب حاضراتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد النقل والمواصلات والتجارة تهتم مصر بإقامة شبكة جيدة من طرق النقل والمواصلات وخطوط السكك الحديدية مصر بتهتم إن هي تقيم شبكة جيدة من طرق النقل والمواصلات وخطوط السكك الحديدية طيب طالما مصر بتهتم إن هي تقيم شبكة جيدة من طرق النقل والمواصلات يبقى أكيد عندها أسباب متوفرة بمساعدها إن هي تقيم وسائل النقل دي إيه هي الأسباب التي أدت إلى توافر وسائل النقل الجيدة في مصر والله أسباب بسيطة وأنا أحفظها وأحفظها مع ابني بشكل سهل جدا أول حاجة موقع مصر المتميز بين قرات العالم القديم إفريقيا، آسيا، أوروبا وكلنا عارفينها قبل كده اتنين تطول مصر على بحرين من أهم بحار العالم البحر المتوسط والبحر الأهم بتربط بينهم قناة السويس تاني تطول مصر على بحرين من أهم بحار العالم البحر متوسط في الشمال والبحر الأحمر في الشرق بربط بينهم قناة السويس تلاتة امتداد نهر النيل من الجنوب للشمال أصبح حلقة واصلة بين الوادي والدلتة نهر النيل بيمتد من الجنوب للشمال فأصبح حلقة واصلة بين الوادي والدلتة رقم أربع عندي حاجة اسمها استواء معظم سطح مصر معظم سطح مصر مستوي وما فيش فيه لا يعوق إن شاء طرق السكك الحديدين رقم خمسة اعتدال مناخ مصر طول العام هقول تاني الأسباب اللي قدت إلى توفر وسائل نقل جيدة في مصر بس هقولها مقتصر على حق خالص موقع مصر المتميز تطل المصر على بحرين من أهم بحار العالم امتداد نهر النيل من الجنوب للشمال كفاية أو ممكن نزود عليه واعتدال مناخ مصر واستواء معظم سطح مصر يعني الكلام السهل البسيط اللي أولادنا يقدروا يحفظه بسهولة الفرق بين النقل والمواصلات والاتصالات عنفوك عايزة عرف الفرق بين مفهوم النقل والمواصلات ومفهوم الاتصالات مفهوم النقل والمواصلات ده هو اللينتقال من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل البرية والمائية والجوية وبيستخدم لنقل الأفراد والسلع ده اسمه مفهوم النقل والمواصلات هو الانتقال من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل سواء النقل ده كمبرية أو مائية أو جوي وبيستخدم عشان ينقل الأفراد والسلع يكب بقى الاتصالات ده زي ما أنا أعمل مكالمة هاتفية كده لأي شخص عن طريق التليفون أو الإنترنت بس أعدى في مكاني زي ما أنا ما بتنقلش من مكاني ولا بتحرك منه اتصال الأفراد دون انتقال عبر الهاتف والإنترنت اتصال الأفراد دون انتقال عبر الهاتف والإنترنت هقول تاني النقل والمواصلات أول حاجة كلمة النقل والمواصلات دي التعريف ده بيجي في المصطلح العلمي كتير جدا في الامتحان هو انتقال والانتقال من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل البري والمائية والجوية ويستخدم لنقل الأفراد والسلة تاني عشان نحفظ مع بعض هو الانتقال من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل البرية والمائية والجوية ويستخدم لنقل الأفراد والسلة يعني إيه برضو؟ يعني أنا عايزة سافر مش هتصل في التليفون لا أنا هركب عربية أو هركب قطر أو هركب طيارة وهتنقل من مكان لآخر عشان أروح أقدر مصلحة بتاعتي أو أشوف الغرض اللي أنا رحاله من مكان النقل ده يبقى النقل والمواصلات هو الانتقال من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل البرية والمائية والجوية ويستخدم لنقل الأفراد والسلة بعد كده عندي وطبعا قلنا مفهوم الاتصال هو اتصال الأفراد دون الانتقال عبر الهاتف والإنترنت بعد كده عندي أنواع النقل بقى أنواع النقل دي ثلاثة وسهلة جداً وبسطة نقل بري ونقل مائي ونقل جوي البر ده يعني على الأرض المائي يعني في البحر الجوي يعني في الجو أو في السماء عشان أبقى أعلمها كده بعلمات بسيطة على أولاد يعني البري الأرض الماء في البحر الجو في الجو بعد كده أول حاجة هاخدها النقل البري النقل البري دلع يعني على الأرض طيب الأرض بيكون فائة بيكون فاسكة حددية وبيكون فائة طرق طيب النقل المائي اللي في البحر يكون فيه إيه نقل نهري ونقل بحري بعد كده يعني نقل في نهر النين ونقل في إيه في البحر النقل الجوي طبعا بيكون عبارة عن الطيارات اللي بتبقى موجودة في السماء اول حاجة النقل البر النقل البر ده اللي هي السكك الحديدية السكك الحديدية بيقول مصر تاني دولة في انشاء مصر تاني دولة مصر الثاني دول العالم انشاء للسكك الحديدية بعد بريطانيا اللي هي انجلترا يعني مصر تاني دولة انشأت السكك الحديدية بعد بريطانيا طيب اقيم اول خط سكة حديد بمصر كان عن 1856 بيربط بين القاهرة والاسكندرية وكان تقوله ميتين وستة كيلو متر تاني السكاك الحديدية بتجي في الامتحان جدا ده سؤال امتحان مهم جدا اكتب عليه سؤال الامتحان اي حاجة بتجي في الامتحان اكتب عليه سؤال الامتحان واكد عليكم فيها مصر بتجي في الاكمل وبتجي في الاختر كتير مصر ثاني دول العالم انشاء للسكاك الحديدية بعد بريطانيا اقيم اول خط السكاك الحديد بمصر عام الف وثمانمية ستة وخمسين وبيربط بين القاهرة والإسكندرية وكان الطول بتاعه 206 كم ثاني السكاك الحديدي مصري ثاني دول العالم إنشاء للسكاك الحديدية بعد بريطانيا وأقيم أول خط السكاك حديد بمصر كان عام 1856 بين القاهرة والإسكندرية وكان طوله 206 كم بعد كده متر الأنفاء أنا الوقت ماسكى إيه؟ ماسكى أي نوع أنا ماسكى النقل البري النقل البري ده متمثل في إيه؟ متمثل في السكاك الحديدي أنا بشرح للوقت السكاك الحديدي النقل البري فيه السكاك الحديدية ومتر الأنفاء متر الأنفاء بقى مصر كتأول دولة عربية وإفريقية أقامت متر الأنفاء ليربط بين ثلاث دول مصرية هي القاهرة والجيزة وشبرى الخيام وهو ما يعرف في إقليم القاهرة القبرى بيعرف في إقليم القاهرة القبرى تاني دي مهمة جدا برضو بتجي في الامتحان لازم نكون عارفينها وحافظينها كويس مصر أول دولة عربية وإفريقية في إنشاء السكاك في إنشاء متر الأنفاء طيب أنشأته عشان إيه؟ عشان يربط بين ثلاث مدن الثلاث مدن دول هم إيه؟ القاهرة والجيزة وشبرى الخيامة وهو ما يعرف في إقليم القاهرة القبرى كان بيعرف في إقليم القاهرة القبرى تاني متر الأنفاء مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت متر الأنفاء ليربط بين ثلاثة مدن بربط بين ثلاث مدن هم مين القاهرة والجيزة possessions وبرة الخيم وهو ما يوارف في إقليم القاهرة الكبرى رقم ثلاثة عندي حاجة اسمها الطرق أنا بتكلم دلوقتي عن نقل البر النقل البر في ماذا النقل البر في استكاق الحديدية متر الأنفاء الطرق الطرق بقى بتوجد في مصر طرق ذات مواصفات دولية والله عندنا في مصر طرق ذات مواصفات دولية نصر طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي طريق السعيد الصحراوي دول الثلاث طرق الموجودين في مصر اللي هما ذات مواصفات دولية ونخلي بالنا منهم عشان كل سنة بيجوا في الاختيار طريق القاهرة طريق الاسكندرية الصحراوي طريق السعيد الصحراوي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي طريق السعيد الصحراوي تاني يوجد في مصر طرق ذات مواصفات دولية هما ايه تلاتة طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي طريق السعيد الصحراوي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي طريق السعيد الصحراوي هذه الطرق بتسهم في نقل بتنقل الطرق دي بتنقل الأفراد والبضائع وكمان ربط المدن المصرية ببعضها بتنقل في بتسهم في نقل الأفراد والبضائع وربط المدن المصرية ببعضها ممكن السؤال ليجي يقول ايه النتائج اللي ترتبت على وجود طرق وزاتها مواصفات دولية داخل مصر ايه النتائج اللي ترتبت على ذلك او مقاين ادى ذلك الى الاسهام في نقل الأفراد والبضائع كمان ربط المدن المصرية ببعضها السؤال المهم برضو ممكن يجي في الامتحان ما النتائج المترتبة على وجود طرق ذات مواصفات دولية دخل مصر ايه النتيجة اللي ظهرت وما النتائج المترتبة على لازم اقول ادى ذلك الى وبما تفسر اقول بسبب عشان الناس اللي بيسألون كتير ولادنا بيطلق بطب ازاي يجاوبوا من بما تفسر وبين ما النتائج بما تفسر يعني اقول بسبب من النتائج اقول ادى ذلك الى السؤال ان انا بعرضا دلوقتي بقول ايه النتيجة اللي ترتبت على وجود طرق ذات مواصفات دولية في مصر اقول ادى ذلك الى نقل الافراد والبضائع رقم اثنين ربط المدن المصرية ببعضها بعد كده عمدي النوع التاني النقل المائي النقل المائي ده عايز اعرف اهمية النقل المائي انا قلت النقل المائي ده يعني موجود فين في البحر او في النهر بعد كده اول حاجة النقل المائي هو ارخص وسائل النقل لكنه بطيء والله ده لازم يجي في الامتحان بيجي في اخطر كتير جدا من وسائل اهم نوع من النقل الرخيص او ارخص انواع النقل هو النقل المائي ارخص انواع النقل هو النقل المائي ارخص وسائل النقل لكنه بطيء بطيء لذلك يستخدم في نقل البضائع الكبيرة بضائع كبيرة الحجم وسقلة الوزن زي الشحنات مثلا الاسمنت الشحنات الضخمة الكبيرة يعني تاني النقل المائي أرخص وسائل النقل لكنه بطير لذلك يستخدم في نقل البضائع الكبيرة للحجم وسقيلة الوزن ينقسم النقل المائي إلى نوعين بينقسم لنوعين النقل النهري يعني الموجود في نهر النيل والنقل البحري الموجود في البحر الموجود في نهر النيل بيستخدم في نقل البضائع زي البترول والفوسفات والجير والرمل والأسمنت والفخاء ده بيستخدم في نقل البضائع مثل الفوسفات والجير والرمل والأسمنت والفخاء كلام سهل النقل البحري بيستخدم يتم عن طريق مواني مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السو Indust عندنا في النقل البحري ده عن طريق البحر يعني بيتم عن طريق المواني الموجودة في مصر طيب مصر فيها مواني أيها موجود في مصر مواني وهنتعرف مع بعض الوقت عن المواني الموجودة في مصر دي أهم المواني والممرات البحرية أول حاجة ميناء دومياط ميناء دومياط ده إنشئ بهدف تخفيف الضغط عن ميناء الأسكندري ومهم جدا ولازم يجي في الامتحان ميناء دومياط انشأ بهدف تخفيف الضغط عن ميناء الاسكندرية ميناء دومياط انشأ بهدف تخفيف الضغط على ميناء الاسكندرية ميناء قناة السويس ده ممر ملاحي مهم بيربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط واخدناها في سنة رابعة في سنة رابعة طيب اهمي قناة السويس ايه لنقل البترول الخليج والمنتجات الاخرى الى العالم كله بتنقلي كل منتجات البترول او بتنقل البطرول لك دول الخليج وكمان عندي ميناء الاسكندرية ده وده السؤال ده مهم جدا هو ميناء دومياط بيجي بيقول ميناء الاسكندرية ده اقصر المواني المصرية اهمية ليه لانه يقع في مواجهة اقصر دول العالم تقدما وهي اوروبا لانه بيقع في مواجهة اقصر مناطق العالم تقدما في اوروبا تاني ميناء الاسكندرية مهم هو ميناء دومياط ميناء دومياط ليه انشأ أنشأ لتخفيف الضغط عن ميناء الأسكندرية طيب ليه ميناء الأسكندرية مهم ليه؟ أو بيعتبر من أكثر المواني المصرية أهمية لأنه يقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدما في أوروبا لأنه يقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدما في أوروبا رقم 4 عندي ميناء اسمه ميناء سفاجة بيوجد على البحر الأحمر ميناء سفاجة يوجد على البحر الأحمر كان قناة السويسي الجديدة بتعد تفريع موازية للقناة القديمة قناة السويسي الجديدة دي تفريع موازية للقناة الأديمة طب إيه النتائج المترتبة على وجود قناة السويسي الجديدة دي ساعدت على تضاعف عدد السفن وتنشيط حركة التجارة وعمرها ما جات في الامتحان عشان كده أنا قلتها بسرعة أهم حاجة عندي ميناء دومياط وميناء الأسكندرية دومياط لتخفيف الضغطة عن ميناء الأسكندرية ليه ميناء الأسكندرية أكثر للبواني أهمية لأنه بيقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدما في أوروبا ومناء السفاجة ده بيوجد على البحر الأحمر بعد كده عندي أهم المشكلات اللي بتواجه النقل المائي في مصر طب فيه مشكلات؟ أيوة فيه مشكلات المشكلات إيه؟ وجود السدود والقناطر على طول مجرى نهر النيل النتيجة اللي أدت إلى إعاقة الملاحة النهرية يبقى كان موجود فيه السدود والقناطر على طول مجرى نهر النيل أدت إلى إعاقة الملاحة النهرية بعد كده تقل المشكلة التانية تقل أهمية مواني البحر الأحمر ليه بما تفسر مواني البحر الأحمر قليلة الأهمية بسبب اقتراب الجبال من السواحل ووجود الشعاب المرجانية والسؤال المهم بيجي يقولك بما تفسر تقل أهمية مواني البحر الأحمر بسبب اقتراب الجبال من الساحل ووجود الشعاب المرجانية تآخر حاجة في الدرس اللي هو النقل الجوي مصر بتمتلك 20 مطار النقل الجوي يعني في السماء يعني في الجو الطيارات يعني تمتلك مصر عشرين مطار مميزاته وعيوبه مميزاته سريع الانتشار بتخطي المرتفعات والبحار السرعة والانتشار وتخطي المرتفعات والبحار يعني بيعدي بقى هو مماشي في الجو يعني تعدي المرتفعات وتعدي البحر طيب عيوبه ايه ارتفاع تكاليفة استخدامه وتبعد المطارات تمنغال يعني ارتفاع تكاليف استخدامه وتباعد المطارات. التجارة بقى. التجارة دي عايزة اعرف التجارة هي ايه? التجارة هي عملية البيع والشراء وانتقال السلع والخدمات من مكان لاخر. عملية البيع والشراء وانتقال السلع والخدمات من مكان لاخر. انواع التجارة ايه? تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. تاني بعد كده يبقى انواع التجارة التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. طيب هعرف كل تعريف من دول التجارة الداخلية اول حاجة انتقال السلع والخدمات داخل الدولة والله من اسمها داخلية يبقى داخل الدولة خارجية تبقى من دولة ودول العالم يبقى التجارة الداخلية انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة طب هدفها ايه بتنقل المواد الخام وبتنقل السلع اده كلام مختصر خالص نقل المواد الخام من مناطق انتجها الى المصانع نقل المواد الخام من مناطق انتجها الى المصانع رقم اثنين نقل السلع من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك يعني باخد السلع من مناطق اللي أنا منتجاه فيها إلى مناطق استهلاكها يعني من المصنع للسوق مثلا طيب ازاي نميها بتعمل مصر على تنمية التجارة الداخلية عن طريق توفيع وسائل النقل ومد طرق المواصلة إن أنا وفر وسائل نقل كويسة وكمان أمد في طرق المواصلة يبقى التجارة الداخلية دي انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة طيب اهدف ايه نقل المواد الخام من مناطق انتاجها إلى المصانع نقل السلع المصنعة من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك طيب وسائل تنميتها ايه تعمل مصر على تنمية التجارة الداخلية عن طريق توفير وسائل النقل ومد طرق المواصلة طيب التجارة الخارجية بقى هتكلم عنها بسطة خالص انتقال السلع والخدمات بين دولة ودول العالم المختلفة رقم اثنين اهدفها بقى ايه تصدير الفائد من المنتجات المصرية للخارج لتوفير النقل الاجنب يبقى ممكن اقول اهدفها ايه اهدفها عملية التصدير عشان اعمل ايه عشان اوفر النقل الاجنب رقم اثنين توفير فرص عمل عن طريق عملية التصدير بان هما بيوفروا فرص عمل عن طريق عملية التصدير طيب وسائل التنمية بتاعتها ايه سد حاجة السكان من الغذاء ووسائل التكنولوجية عن طريق عملية الاستيراد وإننا كمان أناميها عن طريق عقد اتفاقات اقتصادية مع الدول طيب وكمان إيه؟ والمشاركة في عضوية العمليات الاقتصادية مثل في عندنا دول للعالم برا بيعملوا حاجة اسمها التجمعات الاقتصادية التجمعات الاقتصادية ده مثل تجمع اسمه تجمع الكوميسيا ده في إفريقيا علشان إيه؟ علشان يبدأوا ينهموا مع بعض إزاي يقدروا يطوروا من التجارة الخارجية دي بين الدول كلها مع بعضا طيب التجمع ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن اتحاد اقتصادي بيضم دول شرق وجنوب افريقيا كلها وعددها لحد الآن عشرين دولة افريقية منها مصر يبقى التجمع الكوميسيا ده اتحاد اقتصادي بيضم دول شرق وجنوب افريقيا وعددها عشرين دولة افريقية ومنها مصر وبتعتبر الولايات المتحدة الامريكية تاني اكبر شريك تجاري لمصر بعد دول الاتحاد الاوروبي داخل التجمع ده تعتبر الولايات المتحدة الامريكية ثاني اكبر شريك تجاري لمصر بتيجي في الاكمل كتير جدا تعتبر الولايات المتحدة الامريكية ثاني اكبر شريك تجاري لمصر بعد دول الاتحاد الاوروبي طيب انا هحفظ الكلام ده كله انا اهم حاجة عندي كلمة التجمع الكوميسي ده عشان بتجي تجمع الكوميسي ده عشان بتجي كتير جدا في المصطلح العلمي هو اتحاد اقتصادي نخلي بالنا كل اللي أنا عامل عليه دوائر ده جماعة هو اللي بيجي في الامتحاد دول شرق وجنوب أفريقيا وعددها الآن 20 دولة إفريقية منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية دي تاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد دول الاتحاد الأوروبي تاني التجمع الكوميسيا هو اتحاد اقتصادي يضم دول شرق وجنوب أفريقيا وعددها الآن 20 دولة إفريقية منها مصر وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد دول الاتحاد الأوروبي طيب بعد كده طيب الصفحة دي شديدة عليها ولا صعبة؟ لا أنا هاخد الأول تعريف التجارة الداخلية انتقال السلع داخل الدول التجارة الخارجية انتقال السلع بين دولة ودول العالم المختلفة بعد كده عمدي آخر حاجة عمدي اللي مصر بتمتلك 20 مطار مهمة جدا عملية التجارة هي ايه؟ عملية البيع والشراء وانتقال السلع والخدمات من مكان لآخر التجارة عند تجارة داخلية والتجارة خارجية ليه تم إنشاء ميناء ضمياط لتخفيف الضغط عن ميناء الأسكندرية أهمية ميناء الأسكندرية له أهمية كبيرة لأنه بيقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدما في أوروبا بعد كده كنا نكون خلصت معكم الدرس برضو التقسيمة دي مهمة جدا بتاع النقل الماء يعني بينقسم النقل النهري والنقل البحري النقل البري السجاك الحديدية والطرق والطرق نعلمها بكلمة الأرض والبحر والجو أرض بحر جو الأرض في السجاك الحديدية والطرق البحر في النقل البري والنقل النهري والنقل البحري الجوي ده موجود فين في الطائرات كده كنت خلصت معكم الدرس بتمنى كلكم تشرفوني في القناة يا ربكم بقدم لكم علومة جديدة شكرا جدا لحضراتكم أشوفكم على خير وانتظروا معايا أقوى مراجعة إن شاء الله في الجغرافيا كاملة والتاريخ وامتحانات لا يخرج عنها الامتحان شكرا جدا لحضراتكم أشوفكم على خير مع السلامة